نستكمل الوحدة الأولى نظريات التكاليف هنبدأ بأمثلة على نظريات التكاليف إذا فرض تجميع البيانات التالية من سجلات الشركة العالمية للتصنيع خلال عام 1434 هجرية بيانات عن تكاليف الفترة الحالية مواد مباشرة 150 ألف ريال وجور مباشرة 250 ألف ريال تكاليف صناعية غير مباشرة 500 ألف ريال تتضمن 60% متغيرة نفهم من أن 60% متغيرة دي معناها إيه معناها أن المكمل الـ 40% تكون الثابتة تكون الثابتة بيانات عن المغزون كان عندي معلومات عن مغزون تحت التشغيل أول وآخر ومغزون إنتاج تام أول وآخر بالنسبة لي المعلومات عن مغزون تحت التشغيل أول المدة كانت معلوماته 30 ألف دي تكاليف مباشرة 20 ألف تكاليف غير مباشرة متغيرة بالنسبة لي تكاليف إنتاج تام أول المدة كان 100 ألف ريال دي تكلفة مباشرة 50 ألف ريال تكلفة غير مباشرة متغيرة 100 ألف ريال تكلفة غير مباشرة ثابتة آخر المدة كان عندي 150 ألف تكلفة مباشرة 100 ألف تكلفة غير مباشرة متغيرة 150 ألف تكلفة غير مباشرة ثابتة كان فيه معلومات أخرى عن نسبة الاستغلال الصناعي للعام الحالي 50% وكمية إنتاج العام الحالي 80 ألف وحدة والطاقة الإنتاجية المتاحة 100 ألف وحدة المطلوب أعداد قيمة تكاليف بفرض تطبيق 3 نظريات نظرية التكاليف الكلية نظرية التكاليف المتغيرة نظرية تكاليف الطاقة المستغلة الحل حنبدأ بقيمة تكاليف وفقا لنظرية التكاليف الكلية شكل القيمة بيبدأ بأول عنصر من عناصر التكاليف اللي هي التكاليف الصناعية المباشرة عناصر التكاليف الصناعة في منها مواد مباشرة كانت معطى بمية وخمسين ألف وجور مباشرة كانت معطى بميتين وخمسين ألف لو جمعنا المواد المباشرة للجوم المباشرة يطلع التكلفة الأولية ربعمائة ألف ريال العنصر الثاني التكاليف الصناعة غير المباشرة كانت معطى بخمسمائة ألف ريال يبني عندي التكلفة الأولية اللي هي المباشرة ربعمائة ألف وغير المباشرة خمسمائة ألف نجمحهم مع بعض يطلع المجموع 900 ألف اسمها إجمال التكاليف الصناعية خلال الفترة أبدأ أضيف عليها زائد تكلفة إنتاج تحت التشغيل أول المدة اللي هي كانت معطى في التمرين مباشرة 30 ألف أضيف عليها غير مباشرة متغيرة غير مباشرة متغيرة كانت معطى 20 ألف وأضيف عليها غير مباشرة سابتة كانت معطى بـ 50 ألف يبقى في ظل النظرية الكلية بناخد كل التكاليف المباشرة وغير مباشرة متغيرة وغير مباشرة سابتة مجموحهم 100 ألف وأطرح تكلفة تحت التشغيل آخر مدة نفس الكلام نجمع الـ 60 ألف المباشرة زائد الـ 40 ألف غير المباشرة متغيرة زائد الـ 50 ألف غير المباشرة سابتة بـ 150 ألف أصف فيها يطلع التجميع 900 ألف زائد الـ 100 ألف ناقص الـ 150 ألف يطلع لتكلفة الإنتاج التام من خلال الفترة 850 ألف أضيف عليها زائد تكلفة إنتاج التام أول مدة 100 ألف مباشرة كانت معطى مباشرة والـ 50 ألف غير مباشرة متغيرة والـ 100 ألف غير مباشرة ثابتة يبقى بالنظرية الكلية بنجمع كل التكاليف يطلع مجموحهم 250 ألف ناقص تكلفة إنتاج التام آخر المدة 150 ألف زائد الـ 100 ألف زائد الـ 150 ألف يبقى 400 ألف يبقى أجمع 850 ألف زائد 250 ألف ناقص 400 ألف يطلع لي تكلفة الإنتاج التام المباشرة خلال فترة 700 ألف يبقى دي نظرية التكاليف الكلية قيمة التكاليف وفقا لنظرية التكاليف المتغيرة شكل القيمة المتغيرة أبدأ بالتكاليف الصناعية المباشرة مواد مباشرة 150 ألف أجور مباشرة 250 ألف مجموحهم التكاليف الأولية 400 ألف أضيف التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة غير مباشرة ككل كانت 500 ألف دي كالكلية أضربها في النسبة اللي هي 60% يطلع الجزء المتغير 300 ألف يبقى 400 ألف زاد 300 ألف يطلع المجموع 700 ألف إجمال التكاليف الصناعية المتغيرة خلال الفترة أضيف تكلفة تحت التشغيل أول المدة المتغيرة اللي هي 30 ألف زاد 120 ألف دي اللي هي مباشرة زاد غير مباشرة متغيرة وفي النظرية المتغيرة بنترك الثابت نهائي يبقى 30 زاد 20 يبقى 50 ألف ناقص تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر مدة المتغيرة خدنا برضو 60 ألف المباشرة زاد 40 ألف غير المباشرة المتغيرة يبقى 100 ألف يبقى 70 700 ألف زاد 50 ألف ناقص 100 ألف تطلع تكلفة الإنتاج التام المتغيرة خلال الفترة 650 ألف أضيف علاقة زاد تكلفة إنتاج تام أول المدة المتغيرة اللي كانت مباشرة 100 ألف زاد غير مباشرة متغيرة 50 ألف مجموحهم 150 ألف ناقص تكلفة إنتاج تام آخر المدة المتغيرة 150 ألف زاد 100 ألف مجموحهم 250 ألف يبقى أجمع 650 ألف زاد 150 ألف ناقص 250 ألف يطلع لي تكلفة الإنتاج التام المباعة المتغيرة 550 ألف يبدأ شكل قيمة التكاليف وفقا لنظرية التكاليف المتغيرة